موسيقى اشتركوا في القناة 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نبدا نبدأ أو نتنعو اليوم خور الحق السبع و تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلى بنتهى أسن انا عد지를 اعطاء إلى الاية وكما أحيي مقدم البرنامج الأستاذ الإمام الحاجم باكي نيان وأحيي أيضا الضيفين العزيزين للدخول في هذه الفقرة المحصصة لتفسير آية قرآنية نقول إن الآية المباركة التي استمعنا إلى تلاوتها من هذا الطالب النجيب هذه الآية الكريمة يشابع القرآن الكريم لنا قوائد الدعوة ومناهجها ومبادئها للرسول الكريم عليه السلام وللدعاة المسلمين من بعدهم وهذه الآية ترشد الدعاة إلى وجوه الاعتماد على الحكمة في الدعوة وعلى الموحدة الحسنة والجدال بالذيه أحسن كما ورد في آية النحن خذوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموحدة الحسن وجادرهم بالذيه أحسن الحكمة أيها المشاهدون الجرام تقتضي من داعي النظر في أحوال المحاطبين وغروفهم والطريقة التي بها يفاطلون وينوّع في هذه الطريقة حسب مفضياتها أما الموعدة الحضنة فمن طريقها يمكن لداعي أن يدخل إلى قلوب المدعوين برفق وليل فإن الرفق في الموعدة كثيرا ما يهدي القلوب المتمردة ويأتي بخير مما يأتي به العنف والشدة وأما الجدال بالذيه أحسن وخاصة ما أهل الكتاب فإنه يكون بالتحلي بآداب الحوار وأخلاق المؤمن بعيدا عن التشدد على المخالف حتى يطمئن قلبه ويتأكد أن داعي ليس هدفه هو الغلبة في الجدال ولكن الإقناع والوصول إلى الحق لأن النفس البشرية كما تعرفون لها كبريعها ولها عندها وصاحبها لا يتنازل بالسهولة عن رأي الذي يدافع عنه إلا عن طريق الرفق فالنفس تنفر من هزيمة صاحبها إلى درجة أن التنازل عن الرأي أحيانا في سياق الجدل العنيف قد يعتبره المخالف تنازلا عن هيبته وتنازلا عن كرامته وتنازلا عن احترامه لنفسه والجدل بالحسنة أي باللته أحسن هو الذي يهدئ من هذه الكبريع ويشعر المجادل بأن ذاته مصونة وأن قيمته كريمة وأن داعية لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها والاهتداء إليها هذا هو منهج الدعوة ما دام الأمر يتعلق باللسان والجدل بالحجة فأما إذا وقع الاعتداء والظلم على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير ويتبدل ولذلك قال تعالى إلا الذين ظلموا فانحرفوا عن التوحيد وأشركوا بالله واعتدوا على المسلمين فهؤلاء لا جدال معهم بالحسنة فالاعتداء أيها الإخوة عمل مدي يدفع بمثله إعزازا لكرامة الحق ودفعا لغلبة الباطل مثل هؤلاء الظالمين هم الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قامت دولة الإسلام في المدينة المنورة أما الممصفون من أهل الكتاب فيجب الانطلاق معهم في الدعوة من القواسم المشاركة بين الأديان السماوية جميعا ولذلك قال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وهو القرآن وأنزل إليكم وهو الكتب السماوية السابقة وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون فدعوة الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم دعوة واحدة من عند إله واحد ذات هدف واحد هو رد البشرية الضالة إلى ربها وهدايتها إلى طريقه وتربيتها بمنهاجه إذن في هذه القضية المؤمنون بالرسالات السماوية كلهم أمة واحدة تعبد إله واحدة وهذا الطريق يمكن لداعية أن يكشف لمن يجادل من أهل الكتاب عن العلاقة بين رسالة الإسلام وبين الرسالات السابقة ثم يسعى إذا اتفق معه على هذه المسلمة يسعى لإقناعه بضرورة الأغضي بالصورة الأخيرة التي أتت من عند الله سبحانه وتعالى وهي القرآن الكريم الذي يوافق ما قبله من الدعوات ولكنه يكمل تلك الدعوات ويفق حكمة الله سبحانه وتعالى إذن بهذا التدرج والانطلاق من القواثم المشاركة يمكن أن يصل داعية مع المهالكين من أهل الكتاب إلى أننا إذا كنا قد قد اتفقنا على كل هذه القواثم المشاركة وأن الدعوة من لدن آدم إلى خاتم الرسل دعوة واحدة فتعالوا نتفق على العمل سويا من أجل أن تستمر هذه الدعوة في صورتها الأخيرة المكملة في الشرائع السادقة شكرا جزيلا سيد مفاتيس فإنه من الملاحظ لكثير من المثاقفين أو العلماء المسلمين إنهم يجتنبون المناقشة مع غير المسلمين وصيما فيما يقص بعض القضايا الدينية والبعض لهم نوعا من التحفظ في الجدال مع أهل الكتاب في المجال الديني ماذا وراء السادقة حسب رأيكم؟ المهم في هذه القضية أن الجدال والحوار مع الأديان السابقة أصل مقرر في الكتاب فما أكثر الآيات القرآنية التي فيها أمر بإتباع الطريقة الحسنة للتبادل والحوار مع أهل الكتاب حول قضايا الدين في آية آل عمضان قل تعالوا إلى كلمة سوائل بيننا وبينكم أن لا نعبد إلى الله ولا نشرق بشيء إلى آخره لكن هذا الذي يتحاور مع أهل الكتاب يجب أن يكون متسلحا بأدوات معرفية من الحكمة والمعذة لكي يتمكن من واجهة شبهات متوقعة أن تصور من جانب المخالفين ولعل التخوف من عدم القدرة على رجل تلك الشبهات قد يقف وراء التحفظ الملفوظ من قبل بعض الدعاء الذين قد يحرمون أصلا الحوار مع أهل الكتاب وهو أصلا مقرر في الشرعي وخاصة في الكتاب العزيز ما شاء الله شكرا جزيلا سيد أبدالحط سيد محمد رشير كيف تحللون ما أدرى إليه سيد مفتس في دراسته لهذه الأعية نعم بعد الشكر وتشرف بالمشاركة معه كمفتش ودكتور لنا فإنه قد أتى بنقاة كثيرة وإن مما نستفيد من قوله نظرا لديق الوقت أن لدعوة قواعد لدعوة أسس ومعارير وشروط ينبغي للمسلم أن يرعيها أن يرعيها وهذه القوانين والأسس هي التي تجعل للحوار نتائج لا تأتي نتائج إلا بمراعة هذه الشروط والقواعد التي تدلب خلوها حسنا لمن يحاور ولمن يدعى إلى الإسلام لأن الإسلام يدعو إلى الخير وإلى أخلاق طيبة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أبعثت لأتمم مكارم الأخلاق أدبني ربي فأحسنا تأذيبي أي جعلني مهيئا وإنسانا مهيئا لدعوة لأن الذي يدعو فلابد أن يكون إنسانا يستطيع أن يخالط وأن يخالط الناس وأن يعاشرهم وأن يستشيرهم وأن يهديهم يهدي كل إنسان وكل فرد حسب ومستوى ومستوى خلقه وفهمه ويقول الله تبارك وتعالى أيضا وَلَوْ كُنْ تَفَدَّا قَلِيسَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّوْ مِنْ حَوْلِكَ لِسَنْ كان النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يستطيع أن يجادل وأن يدعو وأن يهدي جميع الناس إلا من شاء الله لأنه كان أولا حريصا على الدعوة وكان حليما لأن الذي يستطيع أن يجادل بالتي أحسن فلابد أن يكون حليما فلابد أن يكون متأنيا فلابد أن يكون عاقلا فلابد أن يكون صابرا ونجدو صلى الله عليه وسلم مثلا في في صلحة الهوديبية يَتَكَيَّفُ مَا هَذِي الْأَخْلَاقِ وَهَذِي الشُّرُوتَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ إن سيدينا المفاتش شكرا جزيزيرا شكرا جزيلا شديو محمدül كتاب لابد أن يتوفر لدى كل الطرفين الجدال أن يتصلح بأدلة مقنعة وبلاهين قاطعة وإلى جانب اتصاف بصد الرحب لكي يتمكن من إجلال الجدال بينهما كيف تضرسونا؟ أولا أن نذكر السيد المفاتيش الدكتور سيد عبدالحاد على ما أدل به من توضيحات مهمة وتعليمات واضحة حول هذه الآية فمما درسته من تعليمات السيد المفاتيش يعني توضيحات مهمة أولا كما قال بنسبة لمن يشرع في الجدال لابد أن يتصلح بأدلة يعني مناسبة لما يقوم به لأن الجدال لا فيما المجادلة مع أهل الكتاب ربما كل من واجههم بالمجادلة بدون تصلح بهم لهذه الأدوات التي قال ذكر السيد المفاتيش ربما يخض في مخاطرات يعني ربما لا يفرض وبالنسبة لما يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة يعني حكما لم يكونوا يستغنون عنه بما أنهم كانوا يعني في بيئة يعيش فيها أهل الكتاب وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف بأن اليهود يفسرون كتابهم للمسلمين بالعربية قال لهم هذا القول وقالوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وأننا نبدأوا مسلمون وفيه حكمة لأنه كان يحذرهم من تصديقهم بجميع ما يقولون ومن تقذيبهم في جميع ما يقولون أحيانا يقصون قصة من كتبهم بدون أن يحرفوا منه شيء فذلك يكونوا حقا وأحيانا يأتون بما غيروا من كتابهم أو تصديقهم في هذا الوقت بما يكونوا فيه يعني خطر لذلك قال لهم سلسل صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم يقول لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقلوا أمنا بالله وبكتبه وبرسله فإن قالوا باطلا لم تصدقوهم وإن قالوا حقا لم تكذبوهم هذه حكمة في المجادلة مع أهل الكتاب وبنسبة للمجادلة في المجادلة يعني دون جدوى وهذا الجدال الذي يتحدث حوله الآية أو تتحدث حوله الآية كانت تتعلق بمسائل بمسائل دينية من نقاس أهل الكتاب إن كان مفيدا فإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن يكون ناوتي الأحسن ما شاء الله الآن نتطرق في الكلمة الطيبة سيد المفادس سنتناول اليوم أطلب العلم ما مغزى هذا الحديث وماذا نعقص منه؟ إننا أمام حديث يختلف أهل الاقتصاص من علماء الحديث في درجته وفي سنده ومما ورد في ذلك قول البيهقي في الشعب الإيمان هذا حديث متنه مشهور وإسناده ضعيف وهناك غير البيهقي قال إن هذا الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن إذن هذا الاختلاف لا ينفي عن الحديث هذا قيمته قيمته ومهما يكون من أمر فإن معنى الحديث صحيح لأنه يتوافق مع آيات قرآنية كريمة وأهدث نبوية شريفة تؤكد على أهمية تحصيل العلم النافع وأن هذا التحصيل ليس له حد لا في الامتداد الزماني فقد ورد في حديث أطلب العلم من المهد إلى الأحد ليس له حد في الامتداد الزماني وليس له حد في الامتداد المكاني ففي آية القرآنية قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال أحد الأعلماء وهو يزد ابن حارون فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه ثم عاد إلى أهله يعلمهم وقال أو ورد في حديث آخر من خرج في طلب العلم وفي سبيل الله حتى يرجع وكل هذا يدفعنا إلى تأكيد أهمية الرحلة في طلب العلم النافع مهما تبلغ مسافة تحصيله من طول وبعد ومن معاني قوله ولو بالصين من معاني قوله ولو بالصين أي ولو كانت تحصيله بالرحلة إلى مكان بعيد جدا جدا كبلاد الصين وبلاد الصين كانت تبعد عن الحجاز آلاف كيلومترا ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالصين يشير إلى مهما أن الأمر يكون واجبا مهما تكون المصافة مسافة بعيدة وشرط الذي لا يمكن أن نتنازل عنه في هذا السياق هو أن يكون العلم المطلوب علما نافعا علما نافعا للبشرية جميعا على هذه قول الشيخنا أحمد الخديم وكل علم بمنافع يفي بالصين كما نعرف لم يكن بها علم شرعي عندما صدر هذا الحديث ولكن قد يكون فيها علوم تنفع البشرية وليس لها صبغة دينية هذا وإذا أرجعنا البصر إلى الحديث كرة أخرى نرى أنه يفيد ثلاثة أمور أولها وجوب طلب العلم وهذا الوجوب استفدناه من صيغة الأمر وثانيها أهمية التلاقح الفكري والتبادل السناء بين الحضارات والثقافات في مجال العلم النافع للبشرية لأن حضارة دين تختلف عن حضارة الإسلام ومع ذلك قال وثالثها أن لا نعتبر المشقة في سبيل الطلب مانعة من بزل الجهد في سبيل تحصيل العلم كما هو الحال في طلب في الرحلة لطلب العلم النقطة المركزية في هذا الحديث إشارة إلى أهمية الرحلة في طلب العلم وهي قضية أولاها العلماء من قديم الزمان أهمية كبيرة فكان الصحابة يرحلون مثلاً من المدينة إلى الشام أو إلى مصر بحثاً عن صحة حديث واحد عندما انتفرد بروايته وكذلك كان شأن التابعين فقد كانوا أيضاً يبذلون ما في وصعهم للرحلة إلى أقصى الأماكن للبحث عن بعض الأسانين فأصبحت الرحلة في طلب العلم مقصداً أساسياً في نفس العلماء السابقين للإزدياد من العلم والتنقيح العلمي وتنويع العلمي وتعميقه فما كان يتخلف عن الرحلة إلا من أقعده ضعف الجسم أو كثرة العيال أو فقد المال أو رعاية فقوق الوالدين وغير ذلك وهناك أخبار كثيرة وردت في شأن الرحلة لطلب العلم دونها العلماء في قربهم ومن هؤلاء العلماء الحافظ الخطيب البغدادي ألف كتاباً كبيراً أسماه الرحلة في طلب الحديث وهناك عالم من العلماء من العلماء المعاصرين اسمه أشي عبد الفتح أبو غدة ألف كتاباً نفساً سماه صفحات من صبر العلماء على شدائل العلم والتحصيل وهو كتاب مهم جداً نرجو أن يرجع إليه من أراد أن يستزيد من معرفة تلك الأخبار ونحن حتى في سياق بلادنا أسنقام فالرحلة لطلب العلم جزء من ثقافة المجتمعات التقليدية عدد فإرسال الولد إلى المدرسة للتحفيظ القرآن الكريم نوع من الرحلة لطلب العلم وهناك أخبار كثيرة تتعلق بسيرة الشيخنا أحمد الخديم هو كان يتجول في البيوت الدينية للتصحيح بعض المعلومات وللتحقيق بعض المعارف وقد أداه ذلك إلى أن يخرج أيضاً من بلاد السنقل إلى موريتانيا لتحقيق هذا الغرض وهناك أخبار أخرى بخصوص وارده مع مرآن تسالي الذي كان قد اتطهل إلى بلاد السالم إلى منطقة السالم عند الشيخ أحمد بن بصل فدرس عليه علوماً كثيراً وحتى مختار الدمجوب والقاضي أمارفال والشيخ مصام بچام كل هؤلاء كانوا إما مرتاحلين إلى بلاد النائية لتحصيل علم أو كانوا هدفاً لرحلة طلاب العلم إليهم فشيخ مختار الدمجوب ارتهل إلى فوتا وارتهل إلى موريتانيا وكذلك فعل الشيخ مصام بچام وكثير من علماء السنقل درسوا في مدرسة كوكي عند الشيخ مطار النبي وأخرون درسوا في جامعة بير الإسلامية عند القاضي أمارفال إذن الرحلة لطالب العلمي جزء من ثقافتنا في مجتمعاتنا الإسلامية التقليدية ولا يزال الهم الاهتمام بالرحلة لطالب العلم جارياً عبر البعثات الدراسية التي تُرسل إلى البلدان العربية وإلى البلدان الغربية لتساعد مزيد من العلم الناقع والثقافة الجاردة شكراً جزيلاً سيد المفاتس السيد محمد البشير كما أشار السيد المفاتس سعادة الدكريسة عبدالله حد على أن رسول صلى الله عليه وسلم يحصنا على طالب العلم ولا بقتل مصافات بعيدة مثل السين ولكن هناك من يضب إلى أن رسول صلى الله عليه وسلم يخبر ما يتميز به به السين في الدكتور في الدكتور في الدكتور ما يريد أن تخبر ما يريدك؟ نعم نسكرو فديلة الدكتور لأنه قد رفع الجلسة إلى مستوى عالمين العلمي وقاد فتح بابا للبحث ولله الحمد على هذا الترحيب لأننا قد اخترفنا وشاربنا من ما جاء به نسأل الله أن يتيل بقاءه وأن يعيده يعني جالبا للمنافع وأولا كما قال فإن إقبال الناس على الحديث يجعلوا الحديث صحيحا لأن الناس هم المستفيدون في الحديث والمسلمون على ما أشترطوا عليه الدراسة الأولى أنه يجوثوا السفر لتالب العلمي لذلك من السفر المباح السفر لتالب العلمي وهناك أيضا دراسة بأننا يمكن أن نرحل طلبا للعلمي إلى بلد ما يعني أن نختار البلدان التي يجب أن نرحل إليها طلبا للعلمي ولله الحمد فإن الشيخنا يؤكد بأن هذا الحديث هذا المشهور أو هذا القول قول المشهور لأنه يقول بلا إجالة لجهات الشام والصين الشيخ قد رفع لنا شيئا من هذه المشاقات والمجهودات إذن فعلينا أن نحترم وأن نسعى لتحقيق أهدافه ولنستفيد من أوامره لأنه ما زال يؤكد ويذكر بأن العلم صعب العلم صعب مهما قرب منك ومهما سهل فعلا بأن العلم صعب لا ينوله سوى فتنسبه وفي وصيات أخرى دائما يؤكد ويذكر ويشجع بأن على التالي أن يكون شجاعا في بعض الميادين مثلا أن يستطيع أن يقاوم الجوع وأن لا يشكو وأن لا يتسارع مع الماديات بل عليه أن يجتهد في كل ما يحصل ويسهل له على العلم وأنه أيضا ما سعلا لا يزال البحث والإزدياد من العلم لأنه حتى في مقدمات بعد كتبه يؤكد بأنه بعد طلب العلم فلابد للآلات هذه الآلات التي كان يذكرها سيد الأستاذ هذه الآلات الآلات قد تكون الآلات تكنولوسية كما قلت وهاسي تكنولوسية قد لا توجد في بعض البلدان كما أنها توجد في بلدان ما وأن أيضا لأوافقه لأن الأستاذ كان يتحدث بمستوى عالي أنا لا أستطيع أن أوافقه وأن لا أوافقه وإنما أستطيع أن أستفيد أنا لا أقول أن أوافقه سيد المفارس أنا أقول هل أنت توافق ما من يقول أو من يذهب في تفسير مقتبر حديث بأنه ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم السين مخبرة بما يتميز به سين حاليا من النظور هل توافق ما هذا الرأيه؟ نعم يمكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتقى عن يواله إنه هو إلا وهم يواله لأن الله تبارك و تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر أن أمورين ستحدث وعلى كل حال فإن لسين أشياء ومعلومات يمكن لتالب أن يساب إليها طلباً لهذه المعلومات وأن هذا يمنع أيضاً حضارة وعلاقة دراسية وعلاقة اقتصادية كما أشاء الله شكراً لك سيد علي كيف تضلطنا هذا الحديث؟ نعمل لكما أشياء في محطيثه بينا اختلف العلماء على الحديث وعلى كل حال نستخدم الحديث أن الحديث يحققنا على طريق العين وفي طريقنا نستخدم عن أسرف القناة من أحد العين هذا يعني أننا تروف عرضاً وعلى كل حال نباً هذا يجب أن نعرف مع الله في المكافيس إنه قال وَلَوْ بِسْقِينَ لَقَالْبَعْبَ الْمُخَسْرِينَ وَلَوْ بِدَدْنَا لِكَلْقَنَا لَقَالْبَعْبَا لِأْحَالِ وَلَوْ بِسْقِينَ مُبَالَغَ حِزْبَا مُحَ وَلَوْ بِسْقِينَ وَإِنْ سَعَالَيْهَ شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة هذا الحديث وإن كان بعض العلماء قد ضعفوا سنده قالوا إن سنده ضعيف إلى أن متنه قوي جدا متن قوي وذلك لأن هذا الحديث كما أشرنا سابقا يتناغم مع الأدلة النقلية مع القرآن ومع السنة ومع التجارب الطبية المحققة فضلا عن أن الحديث الضعيف يعمل به في فضاء الأعمال كما تقرر في السرع فعلى إيهال فإن الحديث يتضمن إشارة إلى جانب من جوانب الحكمة الإلهية في تشريع الصيام علما بأن الحكمة الكبرى في تشريع الصيام في تشريع العبادات على العموم تدور حول اختبار المكلف ومعرفة مدى امتثاله للأوامر الربانية هذه الحكمة الكبرى لكل العبادات بخصوص رمضان ورد في النص القرآني تقرير الحكمة في تشريع ركن الصيام فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون فقال لعلكم تتقون ليس الغرض من فرض الصيام تعذيب الصائب ولا تجوعه فليس لله حاجة أنه يترك الطعام والشراب وليس له حاجة في ذلك ولكن الغرض هو تربية الصائب ورفع درجاته وتعويده على الانتصار على النفس إلى آخر ما هناك فالغرض هو تحقيق التقوى والشعور بالمراقبة لله سبحانه وتعالى لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا يعرفها لا يطالع عليه إلا الله يعني في كل عبادة يمكن أن يغش الإنسان إلا في الصوم ولذلك قالك في حديث قدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجذي به ومع ذلك فإن الأطباء قرروا لصوم فوائد صحية والطبية عديدة وتلك الفوائد تعزز دلالة الآية القرآنية لأن الله قال في آية الأخرى وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ فَخَيْرٌ لَكُمْ ليس هناك حد لهذه الخيرية هناك خير من ناحية روحية ومن ناحية الطبية أيضا وبالإمكان أن نستخرج من بين ما ذكره الأطباء لأن الأطباء ربما كانوا خير من يقف هنا للدفاع عن فوائد الصوم بالنسبة لصحة الجسدية ولكن ما قالوا هنا أن استخرجنا منه بعض النقاط قالوا أن الصوم يساعد المرأة على تقوية جهاز المناعة فالمناعة كأنها جيش في الجسد عمله الدفاع عن الجسد لأن الصوم فرصة يتخلص بها الجسم من الخلايا المناعية القديمة وتتكون خلايا مناعية جديدة إذن هذا التجدد للخلايا يضمن استمرار صحة الجسم وكل هذا بتأثير الصوم قالوا أيضا أن الصوم يعمل على إزالة السموم هناك مواد صعمة ومواد فاسدة تدخل الجسم وتترصب من الأطعمة والهواء الملوث والمواد الإضافية التي يحتزنها الجسم ولا يهضمها والصوم يقي الجسم من أحطار هذه السموم المتراكمة في حلايا الجسم وكذلك من الفوائد التي ذكروها أن الصوم يريح الجهاز الهضمي ولا يريح الجهاز الهضمي 24 ساعة لا 24 ساعة ولكن طوال نهار شهر رمضان لا يعمل هذا الجهاز يستريح شبهوا الجهاز الهضمي في هذا بتشبيهات كثيرة قالوا إنه يشبه محرك سيارة محرك سيارة أحيانا إذا جرت سيارة ألاف الكيلومترات أحيانا فالسيارة تحتاج إلى أن تستريح فالمحرك بحاجة إلى الراحة والشبه أيضا بالموظف الذي يغض أحيانا إجازة للراحة فهذه الإجازة فترتها نهار رمضان فالجهاز الهضمي يستريح طوال نهار رمضان اللهم إلا إذا كان من الفئة الذين يعني عند الإفطار وعند الصحور يأكلنا أكل البقر كما قال الشيخ ربما اللحاء ربما تظهروا كما أفادك هذا النوع يعني ربما لا يستفيدوا صحيا من الصوم وهناك أيضا مما ذكره الأطباء أن الصوم يعمل على حفظ مصويات السكر في الدم المرضى السكر يعني إذا مارسوا الصيام قد يشعرون بأن مصوى السكر في الدم ينخفض هذا أيضا مما قرره الأطباء وقالوا أيضا يعمل الصوم على التحكم في نسبة الكوليسورول وهذا الصوم يحرق الدهون لأن الكوليسورول عبارة عن مادة دسمة مادة دسمة متجملة تتعلق بجدار الشرعين يمنع من سيلان أو من جريان دم بالطريقة الطبيعية فهذا يسبب أمراضا كثيرة جدا وصوم مما يمنع حدوث هذه التجمدات الدموية قالوا أيضا إن من فوائد الصوم أنه يساعد على ضبط ضغط ضم ارتفاعا وانخفاضا فالذي يعاني من انخفاض ضغط ضم إذا صام سيشعر بنوع من الانضباط مستوى الارتفاع أو الانخفاض وقالوا أيضا إنه يساعد على حفظ الوزن بالنسبة لمن يعانوا من السمنة فإذا صاموا قد فقط يخفوا أوزنهم لكن بشرط بشرط كل هذا مربوط بسلوك الصائم عند الإفطار وعند السلوك فإذا تجاوز الحد فلا يمكن أبدا أن إذن معنى ذلك أن الصوم وسيلة لعلاج بعض الأمراض واللقاية من أمراض أخرى وهذا يؤكد حوله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم لأن هذه الخيرية كما ذكرت في البداية خيرية مفتوحة تسمل الجانب الديني الروحي وتسمل الجانب البدني الصحي أيضا ما شاء الله سيدي المفاتيس شكرا جزيلا سيدي محمد البشير يعتمد على هذا الحديث فإنال السلام للصوم فوائد صحي كيف تحللنا ذلك؟ نعم نؤكد سوم التصيخ هل تخايتو سومه السحة والذي يؤمن أنه يمع واسعة فحdigة يمكن أن نقول نعم إنه يمع سحة جامعية وصفة بلدي أو لوضي إذن الصحة لوان صحة روحية تبتقل منها ما تعمى كلها وكل ليلة بينما يعيشون الأنسان لأن هذه الأجل تعمى كمحررة لا يتوقع مثلا الكديس البنكريا إذن عشر الذي يبتنس السكر ويحلل فإنه إذا ما سابع عن السكر أن يحر فإن البنكريا يصدق من هذه السكر إلى الكبير فإن الكبير يحتفظ في هذه المادة إلا هنا يتحق إليها الكسم ثلاثة الإنسان تعمل في القيام الأولى يكون نشيكا لا يتوقع ولكن تتعامى بأن هذه السكرية أثناء فإن الكبير يحتفظ حتى تتوقع في هذه المدينة فإن كبير محبوب فإن كبير محبوب السيد علي ماذا راقص من هذا الحديث بالاختصار لأن الحكمة يقدر الاختصار وراطي يمضي بالنسبة للحديث هذا واضح ومتصحه هذا يعني إذا أرنا الصحة ممكن أن نتمسى صحة من الصعوب والطبيب الذي وهب للرسول صلى الله عليه وسلم من مصر لما رده الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قاله نحن لا نفاجئ إلى الطبيب لأننا نحن قلنا لا نأكل حتى نجع وإذا أكلنا لا نسبع هذا أيضا يؤكد هذا القول وأيضا كما قال السيد محمد البشير آلفا نحن نحتاج إلى صحة الجثد وسحة الروح والقلب وعرفنا بأن الأقل يثقل الأعضاء وفي هذا يقول وأما داء القلوب فخمسة قراءة القرآن بالتدبير يغلق البطن وقيام الليل والتدرع عند السحر مجالس التصالحين إذا منصهم أيضا نجد صحة قلوبنا وداء قلوبنا والشيخ يقول أيضا أن بطن الشخصي إن جاء سبع جميع الأعضاء كذلك وإن سبع جاء جميع الأعضاء هذا يعني أن في الجوع الجوع الوسط يعني فضاء الجمة ومنها سحة بدن وأيضا نجد من قول علماء أن أهل المقابر لو سئلوا ما صبب وجودكم هنا ما الذي أتاكم هنا يشير إلى بطنهم كثير من الأمراض تتولد مما نأكل لذلك علينا أن نتحدث من الجنب ولكن الطريقة الأسلم هو الصوم نجد دواء من الصوم ذلك كما قال بعض الأطباء إن الله سبحانه وتعالى جمع الطب في ثلاثة كلمات وخوله تعالى كلوا واشربوا ولا تشرفوا وأخيرا نستحضر قصيدة اليوم سيد المفاتيس سيدة عبدالحط نطنع اليوم خصيدة مطلعها الحمد لله المجيب سلقدر كيف تقدر أو تدرسون هذه القصيدة إن هذه القصيدة التي نحن بصدد دراستها في هذه الجلسة تنتمي إلى شعر المناجعة وهو شعر صوفي روحي محوره تمجيد الحق سبحانه وتعالى والابتهال إليه في قضاء الحوائج الدنيوية والأخروية وقد تحرى الشيخ في صياغة قصيدته هذه زمانا قمينا بإجابة الدعوة ألا وهو ليلة القدر التي هي بداية النزول الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهي بلا شك ليلة عظيمة القدر لها شأن عظيم عند الله وعند الأمة المحمدية إن هذه الأمة شرفها الله تعالى بهذه الفرصة الثمينة تعويضا لها عن قصر أعمارها بالمقارنة مع أعمار الأمم السالفة ففي أثر أو في رواية أعمار أمتي ما بين الستين إلى سبعين ولذلك جعل الله لنا قيام هذه الليلة الواحدة مقابل عبادته ثلاثا وثمانين سنة هي قيمة أجر ألف شهر كاملة قال ابن عباس العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر بصيام نهارها وقيام ليلها أي خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ومن جملة العبادات المأمور بها في ليلة القدر الدعاء وهو ما يدور حوله مضمون هذه القصيدة وقد تقررت في سرع جملة من آداب الدعاء راعاها الشيخ أولا في إنشاء هذه القصيدة أولا البدء بحمد الله على النعم ثم الصلاة على النبي والختم بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله المجيب ذي القدر من خصنا فضلا بليلة القدر ثم الصلاة والسلام أبدا على الذي خير البرية بدأ وفي الختم قال وصليا خير صلاة بصلاة على الذي من دوره دار السلام وفي قوله من خصنا إشارة إلى أن هذه الليلة المباركة حاصية للأمة المحمدية هي ليلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك هو الأدب الأول الأدب الثاني التوصل إلى الله بأنواع التوصل المشروعة والتوصل هنا في هذه القصيدة منصب على بركة ليلة القدر فقال يا ربنا بفضل هذه الليلة يا ربنا بفضل هذا اليوم يا ربنا بفضلها يا ربنا بيمنها إذن التوصل في هذه القصيدة بيمن رمضان ببركة رمضان الأدب الثالث شدة العناية بالأمور المهمة العظيمة التي فيها السعادة الحقيقية وقد قال ورد في حديث في أداب دعاء وليعظم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء إذا كان يدعو فليدعو بالقضايا الكبرى ولا يكتفي بالقضايا الهامشية ولذلك نلاحظ هنا في القصيدة مسائل مهمة جدا كما قال بدأ بقالوا هذا وإني اليوم زو استمطاري من الكلمة كل ما أوطارته فالاستمطار كلمة غنية جدا في هذا المقام لأنها تشير إلى الاستمداد استمداد العطايا الغامرة الكثيرة من الله سبحانه وتعالى ثم بعد هذه الأداب بدأ الشيخ يعد الحاجات واحدة تلو الأخرى وكلها حاجات مهمة ومنها أولا العفو والاستغفار فقد قال في العفو ومغفرة الزنوب عبر عن هذا العفو بسطر المعايب سطر المعايب سطر المعايب هنا إشارة إلى مغفرة الزنوب والاستغفار في ليلة القدر سنة نبوية فأن عايشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أدركت ليلة القدر بماذا أدعو قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عني إذن هو بدأ بأهم شيء يناسب هذه الليلة المباركة وهي طلب الاستغفار والعفو ثانيا طلب الهداية لأن الهداية من المهام الأكيدة في حياة المسلم قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل الفلن تجد له وليه المرشدات والشيخ رأينا في بعض الفقرات يقول وصلب بنا نهج نجاح وفلعة وزب قلوبنا للزهر وصلاة وللهدج على السلمة إذن تعلق قلبه بالهداية التي هي كنز سمين بالنسبة للمسلم والقضية الكبرى طلب الجنة طلب الجنة قال يا ربنا بفضلها الجنانة هب لي وطهرا لي الجنانة إن شاء الله لأن هذا الليل لا يستغني عنه إنسان أن يدخل الجنة وفضلا عن ذلك سأل ربه أن يحقق له سعادة دارئ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذه المسألة اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي إذن الجمع بين الدارين في الاهتمام قضية دينية أصيلة والشيخ عبر عن ذلك بقوله يا ربنا بجاه نورين هب لي وللأمة في الدارين يعني لم يدعو لنفسه فقط بإنساعد الدارين وإنما لأمة المحمد صلى الله عليه وسلم كما أن ذلك من عادة أن في الدعاء يوسع الدائرة لتشمل الأمة المحمدية جمعاً إذن هذه النمازي من الأدعية التي وردت في القصيرة فأردنا أن نقف عندها قليلاً شكراً جسيراً سيد المفاتس سيد محمد البشير هناك من إن ليلة تقضر أو يتبين على القصيدة ماذا أهمية ليلة تقضر وأهمية إحيائها وأن وخير من ألف الشعر كما أشار سيد مفاتس سيدة عبد الحد طيب إن كثرة من المسلمين في العالم وسيمة في بلدنا يحتفلون بمناصبة ليلة تقضر ويتحررونه في شرط الليالي رمضانية ولكن الأراخ تختلف في العدد هناك من يحتفلها أو يحييها في الليلة السابعة والعشرين وحناك من يضب إلى أنه يكون حسب ظهور الحلال أو اليوم التي ظهر فيه الحلال أو حل فيه حلال الشهر ورمضان المبارب كما هو الحال عندنا في الأوساط المريدية ما وراء هذا القلاب؟ نعم شكرا أو هذه القلابات إن سح تتعبير القل يرجى إلى ما كنا نقول في آنما أن هناك بعد منعنا والقرب صلاة من الجد والإتهاء في تلدنا وهذا ليس للمشخص ولا لتعزيل كما أشارك في الآية ولكن لتعصيب الحجر ولأن الإنسان لا أطمد أن يتصبر لأنه مطلوب محمار ضغل الحل وكعب الخرأ ومعانا معانا من خلق الخير فإن الحجر يكون أعطب ولكن الحجر لا يوجد خطب وبحكمة متوارقة والحلال أن يجعله ليلا أو أن يجعله على دائرة المجدودة من حيث الضرق لا من حيث الخرق فهذه الدائرة المجدودة من حيث الضرق فلا نعمل من التحرم من مدرك الحجر لأن الإنسان في كل أعمال في دائرة الحزن الزن والطلب فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يقوم القد لا يقدر ومعسيم الزن لأن كل من أحبه عليه قدر فإنه قد يجيب لأن الله تبارك وتعالى لم يجعلها ليلا مجمولة الوقت لأن الله ينعى الأحد الحجر ومن يتعاره على الشهر والذين يجيب كما قال سلاموية تعمل للفجر وأن هذا الإختلاف تدع إلى الذي يتم إسمحة بها لأن العلماء تطبعه الإختلاف الإختلاف الأم أن نعمة إختلاف العلماء نعمة إختلاف العلماء نعمة بأن البعج نسكرنا أن الشيخ هو الذي أعطى هذا القائم وأنه هناك ما أمره من الشيخ أن يتحرره يعني السبع الوافق يعني نصراً للمحادثة الوالدة فإن الإنسان في كل الليلة يجب عليها أن يجدد النية وأن يعتحرك أن هذا الليلة سيطرح سيدة حضر السيد محمد بشير ما حكمة إقفاء الليلة حضر في ذلك الشهر رمضان أو في عبارة أخرى ما حكمة تحرر ليلة قدر في شهر رمضان المبارك بتنوع مثلاً وبيختلاف على كل حال أمرنا بالتماس الليلة القدر في الليلة الأخيرة يعني في النسب الأخير من شهر رمضان وعلى كل حال أيضاً أعلننا كمسلمين أن نقوم بأحياء جميع الليلة شهر رمضان لأن الشهر رمضان معظم عند الله سبحانه وتعالى وعندنا وكما قال الشيء القديم معظماً مكرماً بقراءة طاعة وسدد ضيف لنا علينا أن نقرمه ولكن نقرمه بقراءة طاعة وسدد وعلينا لو قمنا بإهياء جميع الليلة رمضان يعني لعثرنا على هذه الليلة وبما أننا بالتماس الليلة القدر في النسب الأخير من شهر رمضان علينا أن نمتثل بهذا التوجيه وهذه الإشارة وأيضاً العلماء أردوا تنبيهات وإشارات للبحث عن هذه الليلة ومنها يعني ما نظم شيء قديم في هذا النظم يقول دونك يا من ليلة قدر ترون نظماً أتى بما حكى أهل العلم يعني نظم لنا هذا لكي نطلع على ما بحكى أهل العلم لمن أراد أن يلتمس ليلة قدر قال قد أخبروا بأنها تكون في نصفه الأخير استبيل على كل هذا يكون في الأخير وأيضاً أورد يعني إشارات أو دلائل لكي نتمكن من العثر على الليلة وفي هذا يبقين كلما حل شهر في ليلة كذا فلتمس ليلة قدر في يوم كذا وهذه الأقوال مجموعة في بيته لكذ نية ساق ريز خاقج جكرة ساق ميز وبالنسبة لشهر نهار الذي حل ليلة سبت نسدل يعني على هذا البيت الذي يقول وإن يلح بالسبت يا خليلي ففي أكين رم تلك بالتبجيل أكين يعني 21 فكأننا أظلنا أو أظلتنا ليلة القدر لأننا إذا اعتمدنا على هذا القول نلتمس ليلة القادر يعني ليلة القادم يعني نحن في يوم الخامس وقالوا أيضا دائما يكون ليلة الجمعة لذلك يمكن أن نلتمس ليلة ولكن لا يوجد فيه يعني على الأخرين لكن على أهل كل أهل لا تمثل ليلة بحسب ما ورد في هذا النظر ما شاء الله كما كان يحتفلها أو يحتفلها السرغاليون وعلى وقت الأقص المريدية برئاسة السيدة الميمونة والمكانة بصاحبة ليلة القادر نور الله ضريحة وطعماده الله سبحانه وتعالى في رحمته إن شاء الله السيد المفاتيس سعر الدكتور نحن في نهاية الحلقة ما الكلمة لأقيرة؟ في نهاية الجلزة نواجه الشكر جزيلا إلى القائمين على هذه القناة المباركة القناة المريدية لاهتمامهم بالقضايا الدينية المتعلقة بطريقة المريدين ونخصص لكم شكرا جزيلا باعتبارك مقدما للبرنامج تعمل ليلة نهارة على توسعة الدائرة واستدعاء أكبر قدر ممكن من المهتمين بالعلم والثقافة في المدينة المحروصة شكرا ونشكر الضيفين العزين السيد محمد باشر وسيد محمد علي وكذلك المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا والمكلف أيضا لشؤون إعلامية لدائرة رود رياحين من صحة تعبير مكلف لشؤون إعلامية شكرا جزيلا 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 عمل بأعمال جليلة. كنت مكلفاً من قبل الدائرة بالتعاون مع دائرة حيث الترقية. ما شاء الله. في جزاكم العخير الجزاعة. الدائرة التي تكلف الشيخ محمد بن قانباكي. يعني السؤال التعليمية لجامعة. لجامعة. للمجمع الشيخ الخديم. كنت منسق لجنة التعليم العالي. للمجمع الشيخ الخديم. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. أيدكم الله ونصركم. سيد محمد بصير الكلمة أخيها. نعم نشكل دائرة ونشابة ربيع ونبجل ونستفيد من معرفتها. كنت أنا لأنه قد جاء وقفتها أبواباً كثيرة. لنبخط ونبخط ونبخط. وقد أعطى هذه الآية والحديد والقصد. هي أهمية بارئة. منها أنها الشيعة السوفية. شاء الله. شكراً. شكراً جزيلاً سيد محمد بصير على تلك الدراثات القيمة. لمقتلف أشياء الوارد. سيد الحلقة. بجزاكم الله خير جزاعة. بصير عليك الكلمة أخيرة وليس أخيرة؟ نعم نشكرك ونشكرك يا ضيفنا كريم السيد عبد الحدلو وأيضاً نشكرك جميع أعضاء الرجل الرحيم وجميع أعضاء المخلصة بالسؤال التعليمية نعم على سيد الحمد البديوي نعم على سيد الحمد البديوي نعذره ونحيه ونطلبه من الله سبحانه وتعالى أن يطيل بقائه فينا ويجده ويجعله الفوز والنجاح في جميعه يعني أعماله وكذلك نحيه ونزر جميعه زملائي سيد عبد الحلو الذين كانوا يتعاملون معه في المعارض المادية في موسم المقل أمسى لسيد موفي ويعني كثيراً نعم شكراً جزاء الوقت ينتهى نعم أشكر أيضاً المساعدين الكرام ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يطيل بقاء سيخ نعر إفاسي أحمد المنطقة البكة ويعيده ويمصره ما سأل شيد العلي لكم جزء السكر على تلك التحليلات للمختلف القضايا المستعرضة في هذه الحلقة فجزاء ملاخر الجزاء أيها المشاهدون الكرام نشكر أيضاً لجميع اللي سنساهموا في نجاح هذه الحلقة ابتداء وإن كانوا في التقنية على رأس مصير أبد الكريم الثانية ونقض بذكر في الشكر الخليفة طعام لطائفة المدية الشيخ مهد منطقة أجده الله ونصره وجميع اللي سنساهموا في هذه الحلقة شكراً لكم على حسين المتابعة أيها المشاهدون الكرام لقناة المريدية حتى ما كنا نقدم لكم في بنامجيكم الأسبوعي والخاصي لشهر مبارك الإفتار في لالي قائد آقاً مويداً قاتل إنساء الله دونتو بالخير والعافرون الإسلامي تعالية أقوكم الإماميان المحمود والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقوكم الإماميان المتابعة أقوكم الإماميان المتابعة سيدنا آقاً والبراد السائبين في رمضان في حتاب القائمين سيدنا آقاً والبراد السائبين في رمضان في حتاب القائمين ترجمة نانسي قنقر